اهلا بكم في فيديو جديد نهاردة عندنا فيديو سريع كده ولزيز عن اخر اخبار قبل وخاصة الايفون سيرتين والناس اللي مستنيها تشتريه ولا لأ هيبقى في اختلاف عن التولف ولا لأ قصة كده كبيرة وهنتكلم كمان عن النسخة الجديدة من الابل ووتش اللي هي هتكون عنيفة شوية او مخصصة للبيئة تكون طف شوية من اسمها حتى واخيرا هنتكلم عن تعديل بسيط قبل ناوية تعمله او اختراع جديد للهومباد ميني بتاعتها خلينا بس قبل ما نبتدي عايزين نزبط بتاع دوت اللي يعرف دي بتاعت ايه قولي في الكومنتات في نقطة تانية عايز اسألكو فيها قبل ما نبتدي انا اشتريت موبايل اندرويد رخيص حقيقة الموبايل دوت اللي يعرفه حتى يقولي في الكومنتات لان انا كلمتوكو عليه على انستجرام الموبايل ده بالنسبة لسعره يعني ممكن يكون بتمن شاحن او بتمن ايربوتز من قبل الموبايل جاي معها حاجات مبهرة جدا جاي معها سماعة ويرلس جاي معها شاحن تلاتة وتلاتين وط تخيلوا شاحن دوت بي ساپورت الباور ديليفري يعني ممكن تشحن به الايفون عادي جاي معها حاجات كتير قوي فنتكلم عنه من وجهة نظر ايه ولا انت رأيكو سيبكو من الاندرويد خالص ونكمل على الايفون قولوا رأيكو في الكومنتات وخلينا نبتدي على طريق بينهم الدخول في تفاصيل كتير خلينا الاول نبدأ كده بملحوظة سريعة عن الايفنت بتاع ابل اللي كان مفروض يحصل في شهر مارس قبل كده تقريبا يعني الكلام دوت مش اكيد بس المفروض ان كل الناس اللي ليه علاقه بالتسريبات سواء جون بروسور او مارك جيرمان او حتى كانج كل الناس اللي بتصرب للايفون او لشركة قبل كلها اكدت انه في ايفنت هيحصل في شهر مارس وما حصلش فمش عارف قبل عملت الحركة ديت عشان تقدر تعرف مين اللي بيسرب المعلومات بتاعتها من داخل الشركة ولا فعلا قبل كانت ناوية تعمل ايفنت وما عملتوش الكلام بيتقال انه هيبقى في شهر اربعة بس زي ما قلتلكم ان كان مفروض ده هو تحصل في حاجات كتير او ممكن نعمل اه فيديو فولو اوب عنه بس للاسف بنسبة مية في المية مش هبكون في ايفنت في شهر مارس خلانا نتكلم بقى عن الصورة اللي قدامك ديت او تسريبات او الازاز الامامي للايفون سيرتين الحقيقة انا مش لقى محل اعراب للصورة ديت يعني مش قادر افهم هو هو ده ايه اصلا من الموبايل يعني اللي انا عرفه ان الدزاين يتصرب سواء فايل كاد او او حاجة لسه هتبتدي او دامي يونيتس انما ديت انا مش قادر اصطعب هي ايه ولكن واضح جدا من الصورة ان النوتش هتصغر عن النوتش الحالية اللي موجودة في كل الايفونات بتاعت قبل وخلاني كده اقول لك مفاجأة لو الصورة ديت صحيحة وقابل ناوية صغر النوتش فاديات هيكون اغبى قرار ممكن قبل تاخده في تاريخها ولانا متأكد بنسبة تسعين في المية ان الكلام ده وقت حد عامله فيك مش حقيقي يعني رغم ان الناس كتير او ناس تقيلة او نقلت منه لانه اللي بيميز الايفون او مش اللي بيميز خلاني انا نقول اللي بيخليه مختلف لان ممكن حد تتكلم عن المميزات تبقى صعبة اللي بيخليه مختلف هي النوتش اللي انت شايفها ده ولو انت ركزت كده مع الايفون سكس سكس اس سيفن ايت الاجهزة دات كلها كانت تقريبا شواها بعض وكانت هي مميزة ساعتها او مختلفة ساعتها ان دوت قبل دوت ايفون فايا حد بيشوف النوتش ديت مش موجودة في اي موبايل تاني عارف ان هي قديمة وعارف ان دلوقتي فيه نوتش وفيه مش عارف النقطة وفيه الخرم وفيه الكصة بس في ناس كتير او بتعملها اللي ما بيعملش دوت دلوقتي رغم ان هو قديم فيش غير قبل اللي بتعمله فانا رأيي المتواضع انه لو قبل نوية تتخلص من هزيه النوتش ان هي ما تصغرها وان هي تشيلها تماما السورة اللي قدامك ديت هي اللي لو قبل قدرت توصل لها هيبقى الموبايل بيرفكت ومن وجهة نظري برضو الحاجات اللي انا بتابعها كلام دوت مستحيل يحصل في الايفون سيرتين ولا حتى الايفون فورتين احنا بنتكلم نتكلم فاربع سنين كمان عشان قبل تقدر توصل للتكنولوجي اللي تساعدها توصل للشكل اللي انت شايفه قدامك ده نيجي بقى لبلومبيرج ومارك جيرمن او ما نتكلم عن بلومبيرج هسيب لقى كل السورس بتاعت الاخبار ديت في الدسكريبشن عشان حتى تبقى انتم عارفين الدانية جاملين يعني عارفين الاخبار دي الجاملين الكلام بيتقال انه قبل السنة دي هتقدم لنا كاتجوري جديد او نقدر نقول عليها ايه فرع جديد كده من في الروح الابل ووتشز هتكون طفة اكتر هتكون عنيفة اكتر او هتكون تقدر تستحمل في البيئات الصعبة وخاصة للناس الرياضية نيجي بقى للاختراع الاخير اللي انا قلتلكم عليه وهي شاشة تتركب في السماعة بتاعت قبل اللي بتيجي تحت اسم هوم بود ميني عشان تقدر تنافس حاجات زي بتاعة امازون وزي الجوجل نست هاب ماكس الحقيقة انا مش لاقي اي حاجة تخليني اجيب سماعة فيها شاشة مش قادر افهم ممكن استفيد بحاجة زي كده منين بس انا كان عندي نفس وجهة النظر ديت على الابل ووتش واكتشفت لأ ان هي جزء اساسي ويمكن اساسي اكتر من الموبايل اللي معاك فخلاني هنشوف انا شايف ان لو سعرها مناسب في سعر الميت دولار زي ما بتنزل الهوم بود ميني واللي هيكون صعب جدا هيكون جهاز كويس بحيث انت ممكن تعمل منه مكالمات ممكن تتفرج منه على كونتنت سريع مش عارف ده ممكن يفرق ايه عن الموبايل اللي في ايدك بس خلاني نشوف ايه هيحصل انا كده قلت كلها عندي ناردة في الفيديو لو عندوك اي استفسارات اقتراحات عندوك اي حاجة قلالي في الكومنتات هتلاقوه في الديسكريبشن انستجرام اعملوا فولو هناك ولو حد عندو اي اسئلة يكلمني هناك وانا ارد عليه واشوفكو في فيديو جديد